سلام وأمان ورحمة وبركات عليك أي أن كان مكانك في هذه الدنيا دي أول حلقة من حلقات برنامج ملفات البرنامج ده من البرامج اللي بترعاها الأكاديمية ولا يكون برنامج بصورة مجانية موجودة على الإنترنت تقدر تشوفه من أي مكان في العالم ليه سميته ملفات؟ عشان في بعض المواضيع المهمة اللي أنا من وجهة نظري شايف أنها بتؤثر على حياة الناس سلبا يعني عدم فهمهم أو وعيهم لها بيؤثر على القدرة على السعادة أو الاستمتاع أو تذوق النعيم وبالتالي قررت أفتح بعض الملفات بعضها شائك بعضها جديد هفتح الملفات دي وهقول وجهة نظري عشان أحدث في عقلك بيان بيان يعني الصورة تكون كاملة ووضحة بالنسبة لك عشان أنت تعرف تاخد القرار وتتبين وتتفكر ثم تستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك قبل ما نتكلم في الحلقة أو قبل ما أدخل في صلب مواضيع الملفات اللي هنتكلم فيها في 13 نقطة عايزين نكون أنا وإنت متفقين عليها طوال الوقت بحيث كل شوية هرجع الناس ليها أقول له ارجع لأول حلقة عشان لازم تكون هذه النقاط واضحة جدا في أذهبنا أول نقطة هو أنت بتعلم نفس ولا بتاع دين يعني أنت تخصصك إيه أنت ليه بتتكلم في الدين ده سؤال دايما بيطرح وبعض الناس بيسألوه فعلا هو إيه علاقة علم نفس بالدين هو أنت بتاع السيكولوجي بتاعلم نفس ليه بتتكلم في الدين عايز أقول لكم حاجة مهمة وي لما حد بيقولي السؤال ده بقوله دايما يعني إيه دين عرف لي إيه هو الدين ده لا أنا ما يفعش أتكلم فيه وفي نفس الوقت مين اللي ادالك السلطة أو الجرأة أنك تقول لمخلوق على وجه الأرض مايتكلمش في الدين وخصوصا إحنا مبلغين أو مأمورين إحنا نبلغ ولو آية وده كلام في الدين آه ممكن يكون عدم الكلام في الأمور للناس اللي بتعمل المشاكل أو الدعوة لأحزاب معينة أو تجمعات دينية معينة فعلا محظور الكلام فيه لأنه ما ينفعش ممكن أكون أنا الحزب بتاعي أنا شايف أنه صح وهو ده الحزب اللي هيدخل الجنة وهو ده يعني الجماعة المختارة أو الفئة اللي هي تبقى على صواب فأنا عمال أدعو الناس ليها وغيره يدعو غيره لحزب تاني وحزب تاني آه ممكن يحصل مشاكل وخلافات صح هنا هقولك لأ لكن لما تكون بنتكلم في معلومات علمية والمعلومات العلمية دي بناخد بعض الأدلة من الكتب السماوية إيه المشكلة؟ أنا النهاردة بتكلم عن الفلك وبطلع معلومة من الكتب السماوية بتؤيد العلم اللي تم اكتشافه إيه المشكلة في كده؟ بتكلم عن معلومة عن الكيميا مثلا وبقول آية من القرآن أو من الإنجيل أو من التوراق أي كتاب سماوي بتتكلم بتوضح الصورة دي إيه المشكلة اللي في كده؟ الجزئية المهمة كمان اللي محدش يعرفها إن علم النفس يعني أو الدين نقدر نقول كده تسعين في المية منه بلا مبلغة علم نفس وللأسف عدم فهم الناس للجزئية دي عمل لخبطة رهيبة يعني إيه الكلام ده؟ يعني هديكم مثال مثلا كم مرة سمعت حد من اللي بيتكلم في الدين بيقول لك أنت لازم تكون بتلوم نفسك وبتؤنب نفسك على الخطأ اللي أنت عملته وعلى الذنب اللي أنت بتعمله وللأسف لأن اللوم والتقنيب مصطلحات نفسية واللوم إذا تعدى العشر دقيق ربع ساعة بيعتبر مرض نفسي وبيتحول إلى تقنيب شديد بيعمل آلام نفسية عند الشخص عدم وعي المتكلم أو المتحدث في الدين في الجزئية دي بيعمل مصايب نفسية للأسف شديد بيبقى بإسم الدين بيخليك عايش في الجحيم وشايل الهم وبتأنب نفسك وبتعاني قال إيه بإسم الدين مع أن في الدين ربنا قال لنا ما يجعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني حتى الحرج أول درجات الدي مش التقنيب والألم الشديد بتاع التقنيب مثال تاني مهم جدا كم مرة سمعت حد بيقول إن النفس لو أماره بالسوق النفس أماره بالسوق وده تعميم مصيبة للأسف النفس لها زوجين كل شيء في الأرض له زوجين زوج إيجابي وزوج سلبي لو أنا قلت على النفس أماره بالسوق يبقى أنا عممت واتهمتها ظلم أنا الآن ظلمت نفسي إزاي أظلم نفسي وربنا بيقول لي قد أفلح من زكاها وإن هي أمانة معايا ومفروض أزكيها وبالتالي لما أنت تقول إنها أماره بالسوق فتلاقي نفسك بتقاومها وبتكتمها وبتكبتها هتبقى عايش في الجحيم لأنك مش واعي إزاي تتعامل معاها بصورة صحيحة ومحدش انتبه إن اللي قال كده امرأة العزيز مش ربنا هي اللي قالت وما أبرق نفسي إن النفس اللي أمرتهم بالسوق ده كلامها هي مين قال إن هو صح للأسف زي بالضبط لما أم السيدة مريم قالت وإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وهي كانت حسن بفيش يعني مش زي بعض هي شايفة كده لأنه كانوا شايفين رجالة بالنسبة لهم يعني هو ده اللي كان الإنسان عايز الراجل عشان يبقى عايزه وبكلام ده ده وجهت نظرها وبعض الناس اللي غويا قالوا وليس ذكرك الأنثى لأن الأنثى هي الأفضل ليه بنفضل أصلا ليه بنعمل تفضيل هل معنى كان دي قاعدة هي اللي قالت ما ينفعش أخدها على أنها قاعدة وبالتالي عدم الفهم برضو مثال مهم قوي بعض الناس للأسف الخوف سيكولوجي الغضب علم نفس الغضب أصلا في علم نفس شيء سلبي جدا سلبي بيعمل مشاكل في حياة الإنسان سلبي يعني ممكن يخلي حياتك جحيم سلبي يعني يخليك تاخد قرارات غلط عندنا قاعدة في علم النفس بتقول أن الانفعال الشديد بيؤثر على التفكير المنطقي بنسبة من 70 إلى 80% والغضب انفعال شديد فالغضب أصلا سيكولوجيا غلط لكن للأسف لأن بعض الناس اللي بيكلموا في الدين لم ينتبهوا لجزئية دي فتلاقيهم بيقولوا لأ انت ينفع تغضب لله حلوة دي يعني في نص ديين لا تغضب لا خلوها لله يبقى مثلا لا تحزن الحزن لله بقى يبقى لا تشتم أشتمة لله أي حاجة حط فيها لله بقى الدين بقى ده مش صح الغضب سلبي حتى القصتين اللي في القرآن اللي فيهم غضب الأنبياء واحد فيهم استغفر ربنا والتاني تعاقب تعاقب لما غضب الذهب مغاضبا فالحود بلعوا الغضب خليه ياخد قرار مش منطقي يسيب الدعوة ويمشي ازاي وسيدنا موسى لما غضب تخيل كده مسك المصحف رماه في الأرض أخذ الألواح رمى الألواح في الأرض من الغضب عشان كده استغفر قد رب يغفر لي ولأخي وبالتالي الغضب في القرآن سلبي وده سايكولوجي يبقى تسعين في المية من الدين سايكولوجي إذا ما كانش اللي بيتكلم في الدين فاهم سايكولوجي ممكن يلخبط الدنيا في بعضها والدنيا تبوز النقطة اللي بعد كده دي أنا عايزة تبقى حالة في ودنك وأنا كررتها كتير وهفضل أكررها لعلة وعسى تبقى محفورة جواك كده وما تنسهاش إن لم تكن سعيدة مستمتعا وإن لم يكن الرزق يأتيك تام من كل اتجاه وإن لم تكن في قمة الصحة والعافية فاعلم أنك تطبق الدين بشكل خاطئ أو أخذته من مصدر خاطئ عايزة أقولك حاجة وركز فيها كويس قوي الشيطان بيلعب شغلته أنه يلعب وبيشتغل كويس قوي أحسن من ناس كتير ولأنه بيشتغل كويس ومصر ومثابر على اللي بيعمله بيحقق التارجتز بتاعته أكتر من أي حد تاني من يوم ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر وأنزل الرسل كل رسول الرسول عبارة عن إيه الرسول معه رسالة لو ما وصل لكش الرسالة ما يكونش رسول يعني أنا النهاردة حتى لو بعيت لك حد برسالة هو اسم رسول فلازم يديها لك لو راح وقعد معاك ومشي من غير ما يديها لك ما يبقاش اسم رسول حلو كده وبالتالي الرسول عشان بس بعض الخدع اللي بتحصل ونتكلم فيها بعد شوية لما نوضح بس بعض النقاط فالرسول بيبقى جاي معه رسالة بيدي رسالة للبشر ويشرح حلهم وبعدين بيموت يوم الشيطان يعمل ايه بقى يوم يبدأ يبتكر وبعض باللغة الشبابية الحالية يفتكس حاجات تانية جديدة ويبدأ يخلي الناس بقى اللي نفسها مريضة الله أعلم هم مين يبدأوا يدسوا دسائس وقصص غلط منسوبة للرسول عشان يلخبط الدين وبالتالي يبعد الناس عن الرسالة اللي موجودة ويخليها تتحرف وممكن تلاقي بقى أتباع الدين دا بيحربوك لو جيت تقولوا يا جماعة دي ممكن تبقى غلط هتلاقي ناس بتتحربك وانت مش واخد بالي وانت مش واخد بالك عشان كده من ضمن الحاجات اللي لازم تكون منتبه لها ان ودي هنتفق عليها من النهاردة ودي وجهة نظري ولكا انت تتبين انشئت أخذت وانشئت ما تاخدوش ان كل كلمة نار في الكتب السماوية وكل كلمة جنة المقصود بيها نار الدنيا وجنة الدنيا المشاعر اللي بتحسها جواك ما لم تكن الآية بوضوح بتتكلم عن الآخر او عن الآخرة وكل كلمة نعيم وكل كلمة جحيم في الكتب السماوية بتتكلم عن الدنيا ما لم تكن بوضوح واضحة كده بتتكلم عن الآخر وده خطأ حصل كتير عشان كده بقول للناس لو كانت الآيات اللي بتتكلم عن الجنة والنعيم مش وقع عليك صدقني انت ماشي غلط واعيد حساباتك وانا هدفي من الحلقات دي كلها اني اقولك وجهة النظر ان لا لا لما طبقتها لاني انا تعمقت كتير ومشيت ورا احزاب كتير واقعدت فترة طويلة في حاجات اقعدت فيها سنتين تلاتة وفي حاجات سنة وفي حاجات اربعة خمس ست سنين لما جربت الحاجات للأسف او الافكار اللي كانت موجودة وانتبهت لغاية ما وصلت ان انا ازعم اني عايش الجنة الان على الارض وهدفي ان اكتر الناس يبقوا يدوقوا المتعة دي والسعادة دي النقطة اللي بعد كده من حقك انت تساءل حتى الملايكة تساءلت ولم ينهها الله سبحانه وتعالى اوعى اي حد يخوفك تسأل من حقك طالما انت انسان ميست بهذا العقل انك تسأل اي سؤال ايا كان يخطر في بالك ممكن يكون ملوش جواب مش مشكلة ممكن تدور عليه فترة لغاية ما تعرفه مش مشكلة ممكن تعرفه ممكن ما تعرفوش مش مشكلة المهم انه من حقك تسأل من حقك تدور وبالتالي اي حد ينهاك عن السؤال او يقولك بالاية للأسف بعض الناس بيستخدموها كده يقولك لا تسألوا عن اشياء انتو بدى لكم تسوقكم للأسف هما بيقتطعوا الحتة دي من الاية وبيحطوها في غير محلها كمل بقية الآية كده هتلاقي الآية بتقول لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوقكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها مش انت ساعات وانت بتقرأ القرآن مثلا لو انت مسلم وتلاقي آية انت حافظها من زمان وفجأة كأنها لسه نازلة دلوقتي بتنور جوا ساعتها بقى لما يكون لسه الآية متنزلة او القرآن دا متنزل هتلاقي السؤال بدي لك تبدى لكم هتبان عفى الله عنها يعني لو انت مش فهمها ومش مدركها ربنا عفى عنها طالما لسه مش بادية ومش ظاهرة بالنسبة لك عشان محدش يخوفك ومحدش يجبيرك تعمل حاجة غصبة عنك وانت مش فهم وبالتالي دا حتى يسيدي الملايكة لما ربنا قال في القرآن اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لنا هاهم ولا لهم محدش يسأل وانا الاله وانا الملك ولا عزبهم ولا الكلام دا رد عادي ورد يعني باسلوب حد عليم عالم بان هما من حقهم يسألوا يبقى انت من حقك تسأل وقد يكون السؤال مالوش جواب او محدش عارفه بس من كتر البحث والتفكر لو انت صادق بجد هتلاقي السؤال اجابته موجودة لان الهك قال لك وآتاكم بالماضي من كل ما سألتموه فكل الاجابات موجودة لكل الاسئلة اللي قد تطرق في دهنك بس انت بس يمكن في خطوات ما او في بعض الحلقات نوضح ازاي تقدر تعرف على الجواب اي سؤال ان شاء الله النقطة اللي بعد كده تحديد المصطلحات اهمية التركيز على دقة المصطلحات عشان لا تحرف المعاني انتبه لان دي نقطة مهمة قوي قبل ما تسأل في اي موضوع وقبل ما تحاول تتبين في اي موضوع لازم تحدد المصطلح بدقة لان المصطلحات اتغيرت هقولك قصة جميلة شوية والدي لما كان طالب في الجامعة كان من المنصورة وكان بيدرس في اسكندرية على بعد حوالي 180 او 190 كيلو من المنصورة فكان في السكن مع مجموعة من زميله ففي السكن ده كان فيه طلاب في طب وطلاب في كذا كلية تانية وكان قاديم مع بعض شباب طول الاربع سنين كان احد اصدقاؤه طبيب بعد الاربع سنين صديقه ده عزمه وقال له والدي عز والدتي عزمك على طبق مساقعة هو طبق ولا مش طبق طبق المساقعة المساقعة ايه المساقعة بتعاميها في طبق ولا طاجن طاجن اه لأ طاجن مساقعة طاجن ما يعرفش انها بسجل بس معلين طاجن مساقعة المهم هتاكل صابعك وراها خلاص كده فوالدي بقى بيحبي مساقعة قاله ماشي راح له كان لباغين بقى خدوا الدكتوراه في علم نفس وهو في الطب المهم فراح له البيت الاكل نزل مفيش مساقعة بخلص من الاحاقة تيجي نزل الفاكهة ونزل كزة فبيقول له هم الفين المساقعة يا عام اللي عشتين بيها يا عام قاله يا دكتور انت ك insult مساقعة فوالدي بيقول له يا دكتور احنا كن نا كوسا يقول له يا دكتور دي مساقعة يا دكتور دي كوسة فقال له ايه ده فقاله ما نسأل الحجة الست الوالدة فنادر الست الوالدة والدة زميل والدي يعني فوالدي بيقول لها حضرتك مش دي كوسة اللي احنا كلناها دي فراح تبصله كده رح تبصل ابنها وقالت له يا دكتور بوزطلي اللي انا عملاه في ابني بقالي تلاتين سنة بقى ولا عشرين سنة مش عارف ايه الحكاية في ايه قالت له هو صغير ما كانش بيحب الكوسة كله ما حطوله كوسة يقول لها لا كوسة مش عايز قالت له حبيبي دي مش كوسة دي مسقعة ففضل طول حياته بيظن انها مسقعة ومسميها مسقعة وبيأكلها وهي كوسة القصة دي بقولها للشباب في الكورسات التقيلة بقالي سنتين ودي اول مرة طلعها في حلقة على الانترنت مجانية حياتك كلها مليانة مسقعات وانت فاكرها كوسة ومليانة كوس وانت فاكرها مسقعة انتبه يعني ايه بقول الكلام ده او ليه بقول الكلام ده يعني الاستغفار اللي انت فهمه مش هو الاستغفار ربنا امرك بيه خدها قاعدة كده وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارة لو دول ما حصلوا لكش يبقى انت ما استغفرتش بس اللي انت بتعمله مساميه استغفار وهو مش استغفار ايه رأيك بقى القول تبدل للأسف فقى ربنا قال حتى في الدين ان في ناس يعني فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وما قالكش هم مين ممكن يكون من نفس الدين بتاعك وانت ما تعرفش وده على كل الديانات يبدلوا القول يعني ربنا يقول في القرآن مثلا لئن شكرتم لأزيدنكم يوم يقول لك احمد ربنا يا عم هو بيقول شكرتم ليه بتحط حمدتم ليه بتبدل القول وحاجات كتير بقى حدث ولا حرج عشان كده برضو فيه ايات تانية بتقول ان فيه ناس يحرفون الكلم من بعد مواضعه يعني ايه يعني مثلا وعشان تقدر تعرف المصطلح صح وتفهمه صح لابد ودي حتة نفسية تحدد المصطلحات فيه عندنا في علم نفس كده حاجة اسمها مناهج بحث يعني ايه مناهج بحث يعني قبل ما تدخل تدرس اي موضوع لازم تحدد مصطلحاته ترجعها لاصلها عشان ما تبقاش انا بقول كلمة وانت عندك نفس الكلمة ومعنيها مختلفة وده اللي بيعمل مشاكل باللي متجوزين هي فاكرة الحب ان هو بيكلمني كل خمس دقايق هو عارف ان الحب ان انا روح اجيب لها هدايا واخدها في حضني او حتى اصرف عليها واهتم بيها فالاتنين فاهمين كل واحد الحب هو نفس الكلمة من مفهومين مختلفين لم يحددوا المصطلحات وبتاقي الدينة بتلقبت يعني اقول لكم نقطة كده ومش هتكلم فيها دلوقتي هعديها بعدين مرة كنت في محاضرة من المحاضرات فكنا عاملين زي ندوة كده في وزارة الفقافة في مصر كان حاضر معايا الاستاذة الدكتورة امنا نصير وكنا بنتكلم فحد اجاب سأل عن الحجاب فقلتونه بس عايز اقول كلمة بعد اذنكم وقمت رامي كده خبط عشان انا بحب الناس تفكر تشغل عقلها وقمت اقلهم بالنص كده وانا بحب دقة الالفاظ المصطلحات عشان تقدر تعرف الصحة من غلط وما حدش يلعب عليك قلت لهم بالنص وراجع ومش هوضح الان هوضح يمكن بعدين في ملفات لنفتحها ان شاء الله الامر الذي نزل في القرآن بالحجاب من الله مباشرة للبشر كان للرجال ودور عليها مفيش امر بلفظة الحجاب للنساء اه في الفاظ ثانية حدد المصطلحات تقدر تعرف الصحة من الخطأ عشان محدش يستخدم كلمة على حاجة تانية وعلى شيء تاني وخصوصا الكلمات القرآنية لان اي حد عايز يلعب في اي حاجة ويتوه الدنيا يقوم جايب لك كلمة وملبسها في معنى تاني عشان تتوه المعاني والدنيا تبوز وبالتالي في الملفات لنفتحها ان شاء الله هنحدد المصالحات بدقة عشان نقدر نبين والدنيا تكون واضحة النقطة اللي بعد كده ايه الفرق بين الدين والاستنباط البشري عايزك تاخدها قاعدة كده وخليها في ذهنك الدين هو النص استنباط الناس وفهم الناس للنص مش دين هعيدها تاني الدين هو النص اللي اله نزله ده الدين اي حد فهمه بطريقة ما وجاي صدره لك الفهم ده مش لازم يجون دين لو ما اقتنعتش به مفيش مخلوق في الارض لو عندك حاجة ولن يحاسبك الله سبحانه وتعالى ليه؟ لانه بيقولك فهمه قد يكون فهمه صحيح او فهمه خاطئ المشكلة اللي حصلة بقى والاستنباط ده شغل نفسي للأسف شديد الاستنباط معظم الناس واقعين فيه اي حد ده للسايكولوجي عمليات التفكير والتحليل العقلي وانواع الافكار وانواع الحالات النفسية وتأثرها على الافكار كل ده سايكولوجي الاستنباط يعني هديك مثال مثلا عن الاستنباط بنسميه استنباط سلبي مثلا واحد النهاردة هي نقطة قلتها كذا مرة يمكن لو ما عرفتها اش اتحك ولو ما عرفتها اتحك حتى وجملني واحد قاعد معه حبيبته على البحر فبتقول له شايف الامر يا حبيبي اهو ده النص شايف الامر يا حبيبي هو استنبط فامراز تقول لها ايه بناء على استنباط وقال لها حد قال لك انها نعمة يا عم هي قالت عم هي بتقول لك شايف الامر يا حبيبي بص على الامر ده النص ليه استنبط انها بتقول لك انك مش شايفه ده هي عايزك تشاركها ده اسمه استنباط ففي حاجات كتير للأسف شديد استنبط منها معاني تؤدي في داهية ولابد لشخص ربنا هيسأله يوم القيامة لما يكون بيدرس هذا المجال ويلاحظ استنباطات سلبية غلط أنه يوضحها للناس ويبينها وإذا ربنا هيحسبه وده الدور اللي هعمله إن شاء الله أن بعض الأشياء طم استنبطها بطريقة خطأ هوضحها وبرضه ممكن يكون استنباطي غلط ممكن يكون فاهمي غلط أنت غير ملزم دورك إنك تفكر وتشغل عقلك وتستفتي قلبك أنا دوري أبين لك كده قدام ربنا عملت العلاية وهاخد ثوابي ولو غلط هاخد ثواب ولو كنت مصيب هاخد أجرين أنت لو مشيت ورايا تبقى غلطان فكرت وغلط تاخد ثواب بس فكر وشغل عقلك النقطة اللي بعد كده الحالة النفسية والظروف تؤثر على الاستنباط والفهم عايزك تكون دايما منتبه للحتة دي لأننا باعتبرها من أهم المعلومات في الحياة الحالة اللي الشخص عليها لو مخنوق ومتدايق أو فقير أو تعبان أو عايش في مرض وبيقرأ النص الديني هيفهم ما يتماشى مع الحالة بتاعته ولو سعيد مستمتع رايق ربنا بتديله بسط وغنى هيقرأ النص الديني وهيفهمها بالحالة بتاعته الخطورة أنك لو مشيت ورا الفهم بتاعه هيحطك في الحالة دي نفسيا وهيجذب لحياتك نفس اللي هو كان عايشه عشان كده بقول لناس قاعدة مهمة قوي بقول له بص على حياة الشخص اللي انت بتسمع له كتير أو بتقرأه كتير لأنه للأسف هيعيشك في نفس اللي كان عايشه تابعوا كده في حياتكو بعض العلماء اللي كانوا بيتحاربوا وبيتطردوا من دولهم وبيتسجنوا ولا بيتعدموا أو بيتقتلوا وعملوا كتب هتلاقي كل اللي بيمشي ورا الكتب دي بيتحارب وبيتقتل وبيتطرد من بلاده وبيتسجن لأنه ماشي ورا المنهج ده والفكر ده هو فهم الموضوع ده أو فهم الدين من منظور ده للأسف يعني مثلا هيجي على حديث نبوي بيقول طوبة للغرباء هيقول أيوة الغرباء يبقى اللي بيتقتلوا وبيتطردوا وبيتحاربوا والناس كلها مش طيقاهم هم دول غرباء طب واحد تاني عايش سعيد رايق مستمتع هيقرأ الحديث مثلا طوبة للغرباء هيكمل بوعي فلما الرسول سئل عن من الغرباء قال الشخص الحسن في الوسط السيء هيقول آه صحيح ده نرايق وكلهم مخنوقين فشايفيني غريب الدنيا كلها الناس تعبانة من الظروف وأنا الظروف مش مؤثر عليها خالص فأنا غريب بالنسبة لهم حتى بيقولوا لي يا عم وأنت مش عايش مع أنا فعلا طوبة للغرباء ونفس النص بس الاستنباطين والفهمين مختلفين واحد جواه غل وجواه حقد وعايش في وسط بيقتل ودم وحرب وكلام ده هيبص على النص الديني هيلاقي الآية اللي بتقول مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هيقول بس يبقى ده بتر وطير ايديه وانسفها هيفهمها كده واحد تاني عايش حياة سلام فاهم ان الله سبحانه وتعالى مشرع التوبة ومشرع الاستغفار وبالتالي كل الذنوب ما عدا القتل ينفع تتوب وتستغفر وترجع ولا كأن حاجة حصلت فهيبدأ لما يبص هيلاقي حاجات تانية هشرحها بعدين يمكن لما نفتح الملف ده ان شاء الله اللي هنقصده واحد تاني عنده شهوة الجنس غلبة عليه فهيبدأ يفهم بعض النصوص الدنيا انها كلها جنس وكلها النساء والكلام ده ويبدأ يصدر ده للناس ويبدأ يغري بيه بعض الناس فالحالة النفسية بتؤثر بقوة على الفهم والاستنباط انتبهوا كمان كم واحد فيكوا سمع الآية اللي بتقول ثم لترونها عين اليقين الآية بسم الله الرحمن قبلها كان ايه بسم الله قالهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم معظم اللي اسمعتم بيتكلموا عن الآية دي بيتكلموا عن الجحيم ويشوف الجحيم وربنا هيسألنا عن النعيم وصدر للناس المصيبة اللي بتقول النعيم ده مصيبة ده اللي عايش في النعيم ده هيتحاسب حساب عسير يا رب أكون فقير وعيش فقير عشان ما تحسبش حساب المتنعيمين أصلا ربنا هيسألني عن النعيم مع إن ربنا ما قالش سأسألهم عن النعيم قال ثم لتسألن يوم إذن عن النعيم انتبه كده ودينا بشرحها بالتفصيل في كورس أسرار النعيم ويمكن بعض الحاجات تانية بتكلم فيها بعمق أكتر هوضح لكو بس الحتة دي عشان تبقى الصورة عندك واضحة أي إنسان لسه الوعي عنده حتى كمان في تقريبا كان اسمه إيه الكورس نسيته طار سحر اليقين الإنسان لما اليقين عنده بيبدأ يعلى بيبدأ لا يرى في حياته في الغالب بالنظر وإنما يرى بالبصر بعين البصيرة الإنسان اللي بيرى بعين البصيرة بيرى الجحيم فلا يمكن يقرب منه بيبقى عارف إن لو عملت كده أخرتها جحيم هو يراها بعين البصيرة فهيشوف الجحيم فعمره ما هيقرب منه ولا هيعمل أي حاجة أبدا توديه للجحيم فهيفضل دايما دايق النعيم وعايش النعيم الإنسان اللي ماشي غلط واليقين عنده ملخبط والإيمان ملخبط والدرجات دي ملخبطة عنده ما بيراش الجحيم فتلاقيه بيمشي في الطريق يمشي في الطريق لغاية ما فجأة يكون في قلب الجحيم يبدأ يكتشف إن هو ماشي غلط وبالتالي انتبه بقى الناس اللي بيروا الجحيم فلا يمكن يقربوا منه ولا يوصلوله بيبقوا عايشين في النعيم فبيسألوا دايما عن النعيم يومئذ هنا معناها يوم تذوق النعيم بيبدأ يسأل عنه لما أنا هقولك مثلا انت هتفضل ماشي لغاية ما تلاقي الصيف دخل يومئذ هتعرف الحل مين قالني يومئذ معناها في الأخرة مين قال كده يومئذ يعني يوم تحقق الشيء وبالتالي أنا دلوقتي أزعم أني أسأل يوميا عن النعيم منك أنت نفسك ومن الناس على الانترنت أنا الآن الآن متحققة أنا أسأل كل يوم عن النعيم وبرد وبقولهم إزاي يعيشوا النعيم مين قالك إنها مصيبة وإنها جحيم وإنها كارثة مين قال كده فهم اللي كان عايش في الجحيم عشان كده بقولك لازم تنتبه إن الحالة النفسية بتأثر على فهم الناس للنص الديني وده سايكولوجي وده علم نفس النقطة اللي بعد كده عمل الجسد لا قيمة له من غير عمل النفس انتبه لما تعد لو فيه أي أوامر في الحقيقة بصفة عامة حتى لو نصيح حتى مش لازم يكون أمر ديني لو أنت بتعمله جسد بس من غير نفس زي قلته هديك أمثلة آآ أنت النهاردة واحد بيقول لك أو حتى هشرح لك حتى على المنظور الحياتي ينفع تستخدم جهاز موبايل من غير سوفتوير ده النفس السوفتوير الجسد هو اللي برة ينفع النهاردة توقف كده تعمل كده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعمل تسمع ده شغل جسد من غير ما تكون نفسك حضرة والاتصال شغال زي قلته ينفع تكون قاعد بتحرك لسانك بالكتاب اللي إلهك نزله من غير ما تكون نفسك حضرة وفاهم زي الليتو إلهك بيقول ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وانت مش هنفع تتبع لما تكون فاهم ونفسك حضرة عشان كده أوامر كتير وحياة كتير نزعت من معناها الأصلي وبالتالي انت مخنوق منها دلوقتي لأنك بتعملها جسد بس أي أمر ديني انت حاسس إنك مخنوق منه وإنه عاملك لود على نفسك أو عامل ضغط عليك اعرف إنك نزعت النفس من الموضوع وبالتالي بعض الملفات اللي هنفتحها هبدأ أعيد النفس في الموضوع عشان تعمل سعي النفس وهو الأهم وبعد كده مع سعي الجسد يكمله بعض الاتنين فتصل إلى الحالة المثلة ليه بقولي الكلام ده لأن للأسف من ضمن التحريف واللخبطة اللي حصلت في الدين مش عايزة أصدمك بس أمري لله وعايزين نتفق إذا لقيت كلام هنا قد يكون صادم أو غريب بالنسبة لك استفتي قلبك اسأل اسمع من الناس اللي بتبقى قرأة مختلفة وفكر كويس لأنك إنت اللي هتاخد القرار في الآخر وده مصيرك إنت اوعى تسيب حد يتحكم في مصيرك لما ربنا أمرنا مثلا الشرط الرئيسي للإسلام في ديانة الإسلامية الشهادة صح كده وفي ديانة المسيحية مثلا الإيمان والحب الإيمان والحب فعل نفس ولا فعل جسد الله محبة المحبة دي إيه جسد ولا نفس فكر طيب الشهادة نفس ولا الجسد لما أنا هقولك وركز كويس قوي معايا أنا همسك مثلا ساعة الساعة دي بقولك عشان تبقى سعيد مستمتع الساعة طالع شباب في البتاع طيب عشان تبقى سعيد مستمتع لازم لازم تشهد أن لا ساعة إلا دي في الغرفة أم واحد ما شاهدش ويوم جيل أشهد أن لا ساعة إلا دي في الغرفة بغبغان بيقول باللسان لم يشهد لما إله الكون يأمرك عارف بالزبط هقولك حاجة هخبط بقى واللي يحصل يحصل والله العظيم أن هدف يكون سعاداء وتعيشوا الحياة وتعيشوا الجنة وعارف أن فينا ساعة تهاجم وتبدأ تتهم وتعمل حاجات بلا تبين ربنا يهديهم والله يمسامحهم مسامحهم لأنهما مساكين مش فاهمين ومشيين بالأفكار كده وبالظن وسوء الظن أنا مش عايزك مثلا أنا شركة عملة كتاب كتالوك عملة جهاز أقصد والجهاز ده أنت مطالب تقرى المانيول بتاعه أو الكتالوج بتاعه عشان تعرف تطبقه أنا بقى تفكيري شيطاني مش عايزك تقرى الكتالوج لأنك لو قارأت الكتالوج هتفهم وهتستخدم الجهاز بصورة رائعة وما أعمل يبقى لازم أقلف لك حاجة كده وديها وملزعها في أي حد من الناس اللي انت شايفهم واو ما بيغلطوش عشان ما تفكر وتمشي وراهم فهم أقيل لك بص من قرأ المقدمة فكأنما قرأ تيلة الكتالوج يا ولد ولو قارت المقدمة ثلاث مرات كأنك قارت الكتالوج كله الله عليك تقرأ بقى مقدمة ويسيبك من كتالوج ونس كلها بقى سلام وكل يوم تقرأ المقدمة تقتمرت ويحس ويعيش في الدور أنه أرى الكتالوج كله شفت اللخبطة وصل غايت فين والله العظيم ولا نص ديني بيقول الكلام ده لا في القرآن ولا في الأحاديث ولا حتى في الأحاديث المتألفة ده فاهم ما عرفش مين اللي فهمه ربنا هديه اجتهد وأخطأ ده لوحده لكن تمشي وراه مصيبتك مصيبة ولا واحد تاني بقى بص كده تخيل طبيب بيقولك كل كل يوم الصبح تفاحة خضرة على الرئة لمدة شهر أم واحد مش عايزك تاكل التفاحة قالك لا 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 تاكل تفاحة انت ممكن تاكل خمسمائة تفاحة يلا تعالى ورايا أكلت تفاحة أكلت تفاحة أكلت تفاحة أكلت تفاحة أكلت تفاحة أكلت تفاحة الله أنا عملت تلاتين مرة أنا أكلت تلاتين تفاحة بغبغان هو ده اللي حصل بالزبط أفعال كتير تم تحرفها وتحولها الأسماء الفاظ الاستغفار فعل التسبيح فعل الحمد دعاء مش شكر الشكر فعل وهيجب كتير بقى التسبيح كاي من سباحة ونكلم فيها بعدين وبالتالي ملفات كتير هتتفتح عشان تقدر تفهم الفرق بين الفعل والكلام وتنتبه ان فعل الجسد من غير فعل نفس زي قلته وتقدر تكتشف ليه الحياة عندك مش زي ما انت عايز لما تنتبه ان في عندك مسقعات كتير هي أصلا كوسة وانت فكرها مسقعة انه طالب بعد كده اكبر البدع الحالية هستخدم مصطلح بدعة معلش انا عارف لانه بعض الناس بي لزقوه في اي حاجة بس انا هو البدعة اصلا حاجة داخلت الدين خدها قاعدة كده وليعذرني بعض البشر والله العظيم والله يشهد على ما في قلبي اني اريد ليك الخير واريدك تكون مستمتع وسعيد في حياتك ما خرب الديانات الا عندما ابتدعوا شيء اسمه رجال الدين والله العظيم آسف عذروني ليه بقول الجملة دي وهوضحها بس شان ما تفهمش غلط دي بدعة اني تعملك شكل كده بلبس معين وطريقة هيئة معينة يقوم اي حد يبص عليك يسمع كلامك من غير ما يفكر يعني النهاردة لو جبت واحد غير متعلم وطلعته لبسته لبس ديني يهودي رجل دين يهودي او رجل دين مسيحي او رجل دين مسلم وقمتوا طالعوا في تلفزيون وعملت حلقة اسئلة لا هيعرفوا ده مين ولا هيسألوا هو الشكل ده اتبرمك في العقل ان يلا اللي يقوله ويمشي وراه هو باب يقول صح بيقول غلط هو ده اللي عام المصايب ده اللي مطلع داعش ده اللي مطلع الارهابيين اللي في كل حتة في العالم لانه في شخص اخد الشكل ده واخد اللبس ده وكله ماشي وراه وبيعتبره هو ده الفاهم هو ده العارف هو ده العالم في كل الديانات اللي بيعملوه داعش الان بيسموه نفسه مسلمين كان في ناس مسيحيين وصليبيين بيعملوه باسم الصليب زمان هو فره كده الشيطان بيعملها ومرت على كل الديانات ودلوقتي وصلت لديانة الاسلامية كانوا بيروحوا يقتلوا ويولعوا الدنيا باسم الصليب وباسم المسيح ويفجروا الدنيا برضو وبالتالي بعض الناس طلعوا باللبس ده وبدأوا يتكلموا وانت ماشي وراههم يغير ما تفكر وبالتالي انتبه انك لازم تفكر في كلام اي مخلوق ايا كان تشوف النص الاول وتشوف الفاهم بتاعه ولو الفاهم بتاعه ما دخلش دماغك ما انتبهتش ليه مش مقنعك شوف غيره وشوف غيره وشوف غيره عشان تقدر تفهم وما حدش يضيعك ولا يضلك في الدنيا من ضمن البدع بقى مش عايز اخبط ولكن ايماني ان الوعيين في الدين والناس اللي درسين ويفقاهوا الدين هيتفهموا كلامي ان من ضمن البدع اللي بتعمل قلق وبتعمل حمية الجاهلية والزعيق والاخبطة دي بدع اسمها العقيدة انا اسف انا درست عقيدة والله هنا في الازهر ايه رأيك لو قلت لك ان ما فيش كلمة عقيدة لا في القرآن ولا في الاحاديث اصلا كلمة عقيدة معناها اللي انت بتعتقده فالسلف ي عنده عقيدة والمسيح ي عنده عقيدة خلينا نخل جوا كل دين السلف ي عنده عقيدة والاخوان ي عنده عقيدة والتكفير والهجرة عنده عقيدة والاصلاح والدعوة عنده عقيدة وداعش عندها عقيدة وما عرفش الشيعة عندهم عقيدة يلا بقى ايه هي العقيدة اللي هو معتقده اسمه عقيدة المسيحيين الكاثوليك عندهم عقيدة البرتستاند عندهم عقيدة الارثولوكس عندهم عقيدة يلا ها أنها عقيدة بقى ما دي اسمها عقيدة اللي انت معتقده اسمه عقيدة فلما يجي حد يقولك انت بتخرف في العقيدة اه أنا بخرف في اللي انت معتقده اللي هو مش دين اصلا اه بنسف العقيدة بتاعتك ما هو أنت لما تطلع تقولي مثلا ان انا لازم اقطع وابتر الايد واقطعها وقلت اه أنا هنسفلك العقيدة دي لانه المعنى غير كده لما واحد يجي يقول لي مثلا ان انا المؤمن ديها المنصاب والندام من الاساسي دي اقول لك أنا هنسف لك العقيدة دي مين قال لك ان المؤمن المنصاب دي ربنا بيقول في قرآن عكس كده العقيدة دي هنسف هالك فلما تلاقي بعض الناس بقى بتعمل الهوجة وتقول لك ده بيخرف العقيدة اعرف ان العقيدة اللي هو بيعتقدها اللي هي مخالفة للعقيدة اللي انا بعتقدها وانا بنسفها له لكن من فيهم اللي عقدت صح فكر هتلاقي كل طيار وكل حزب بيزعم ان عقيدتي هي الصواب وعقيدتي هي صح هي دي الكارسة عامة مشاكل اكتر وبيحصل بقى حمية الجاهلية وبيحصل هوجة وزعيق كده ولخبطة عشان بس البدع اللي عمالة تطلع دي فانتبه لان فيه بدع كتير طلعت يمكن المجال مش ليها دلوقتي ممكن بعدين نفتح ملفات تانية لان احنا نفتح المجالات لأسئلة ومنتهى القوة انا دوري كسيكولوجست اتكلم عن الاستنباط هتكلم عن الفهم هتكلم عن الحالة نفسية وخصوصا هركز على الحاجات اللي قد تكون استنباطها وفهمها في مختلف المجالات او الحقب الزمنية في الدين عملت تأثير سلبي على حياة الناس وعملت مشاكل بتعرقل انهم يكونوا صعداء مستمتعين هنا بقى واجب علي ابين الاستنباط ده وقول يا جماعة هي مش كده الصح كذا وانت حر عايز تعيش بالفهم القديم براحتك انت حر انا عملت اللي علي اللهم اني بلغت اللهم فاشهد النقطة اللي بعد كده استمع للجميع واستفتي قلبك استمع لكل الناس استمع لكل البشر كل انسان قد يخطئ وقد يصيب خلي بالك لما انت تتعود تسمع رأيي ومن غير ما تكون احكام تسمع رأيي تاني وما تكونش احكام تسمع التالت وتشغل عقلك هتلاقي الدنيا بقت واضحة بالنسبة لك ممكن تسمعني تلاقي اربع خمس حاجات حلوين وحكتين تهاته سلبيين سيب السلبي واخد الايجابي شوف غيري شوف غيري اسمع من ده اسمع من ده لانك لو بدأت تعمل كده عقلك هيبدأ ينضج وعيك هيعلق فهمك واستنباطك هيبقى عالي جدا ساعتها هتبدأ بعد فترة بسيطة ماكسموم سنتين تلاتة تذهل من انك بدأت توصل لان ما يبقاش في بينك وبين الهك اي وسيط لان الانسان بيضيع لما يحط حد في النص بينه وبين ربنا انا ازعم ان انا وصلت المرحلة دي انه بقيت بفهم وبعرف اللي ربنا بيقوله من كتابه مفيش وسيط بيشرح لي بفهمه لان ربنا قال لي ثم ان علينا بيانة حطي لي قواعد كده لما بعملها ربنا هيبين لي لان البيانة على ربنا مش على اي مخلوق تاني واي انسان هيمشي في الخطوات دي هيقدر يبان ويعرف فمفيش حد يقدر يكلبشك ولا يرعبك ولا يخوفك ولا يبدأ لان انا هيبقى هنا في زمن كله عمال يفتي وكله عمال يطلع فكان دوري كمتخص في علم النفس احطه لك قواعد عشان تقدر انت تعرف ومحدش يشتتك او يلخبطك او يحط لك اي معاني وتبدأ تنجرف وراها وانت مش فاهم فلازم تتعود تستفتي قلبك وان افتاك الناس وافتاوك وعايز اقولك حتة مهمة اوي 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 هنا ان كل طيار ديني اي ان كان اسمه في ناس اتباع الطيار الديني ده بيعتبروهم سادة وكبراء علماء علامة الفاهمين الكذا اي ان كان المسهمة بتاعها الحالي سموهم سقعة بس هي سادة وكبراء انت سميها بقى علامة سميها الفاهم سميها العالم سميها الكذا اي ان كان المسهمة هو سادة وكبراء سادة يعني ساد في عقلك يعني بقى سائد كده وظاهر فانتبه لو روحت الواحد مثلا من اللي بيعبده النار هو تولد اهله بيعبده النار ابوه بيعبده النار امه بتاعبده النار فعندهم ناس رجال دين بيعلمهم ازاي يعبده النار فانه بتبرمج فعالهم ده ده فاهم معقولة كل دول يغلطوا فلما تيجي تقوله بالراحة بس شغل عقلك لا 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 شغل عقلي ايه ده كله بيفهم انا اللي هبقى بغلط لا بالعكس انا هبقى صحة اصد فيبدأ يتشتت طبق ده بقى عالديانة اليهودية والديانة المسيحية والديانة الاسلامية وديانة كتير ان قد يكون من الناس اللي انت في دينك تعتبرهم سادة وكبراء ما بيغلطش ويكون هو السبب ان يخلي عقلك يوقف او الدينة تلخبط معك وبالتالي دورك انك تبدأ تشغل عقلك وتفكر للأسف اللي بشوفه دلوقتي في المقابلات اللي بقابلها والجلسات في مختلف دول العالم في ناس من كتر الصدمات اللي اخدوها انا معرفش بيدرسمين في طبعا ناس فقهاء في الدين في التلات ديانات على فكرة حتى الرئيسية اليهودية والمسيحية والاسلام بيدعو لله الحق وبيدعو للاخلاق وللفضيلة وبيدعو للمنهج السيستم الرباني الاصلي اللي كل الديانات متفقة عليه وفي ناس الله اعلم بيعملوا ايه فانا مش عارف انت بتسمع لمين لما تشغل عقلك وتفكر هتقدر انت اللي تشوف بقى مين اللي ماشي صح ومين اللي ماشي غلط لانك بتسمع من مختلف الاراء فانت تبقى عارف والدنيا عندك واضحة فلا يمكن تتخدع ولا تضيع عشان كده كنت بسمع زمان جملة وكنت للأسف كنت برددها وانا صغير بس باكتان تباهت ليه وفهمت ما ينفعش افهم الدين الا بفهم السلف ايه ده طب هما السلف ماتوا وخلاص فهموا بطريقتهم يعني هما عملوا بأمر ربهم ان هما يفكروا ويتدبروا وعملوا عليهم وحط الفهم بتاعه خلاص بقى اللي جايين كلهم بقوا حيوانات انا اسف ما عادش عنهم عقل ما يفكرش تاني يدخل عليه بالفهم القديم ومخك انت فين وايه ده افرد هو غلطان افرد يا سيدي طب انا حتى ما افرد حد يا هو صح بس حد جايه خد الكتب بتاعتهم وحط فيها حاجات تانية ما انا مش عارف قامشي وراهم كده وفين عقلي اللي ربنا ميزني بيه على الحيوانات وفين مخي طب انا عايزك صورة الكهف آية 86 اللي بتتكلم عن ذي القرنين خلاص كده فلما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة اسمع السلف مع احترامي ليهم جميعا لان انا قعدت مع ملحدين الحدو بسبب التفسيرات دي شوف السلف مفصرينها ازاي اللي بعض الناس بتقولك لازم تمشي بفهمهم مع ان ما فيش نص ديني واحد قالك كده للأسف حتى زي ما قلنا في الاستنباط في حديث بيقول خير القروني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ده بيكلام عن الخيرية مش عن الفهم ولا عن الوعي وطبعا هم خير ليه لان الرسول بلغ فاي حد هينفذ الرسول خد الحسنات زيه بالزبط فمستحيل يبقى ده زيه طب ده راح مبلغ ده فده اخد الحسنات بتاعته ولما بلغنا احنا مهما نعمل حسنات هو اخذ زيها بالزبط فهو هيفضر حسنا مننا فهيفضره دايما في الاول خير في الثواب لان هم اللي حملوا المعاني في الاول لكن في الوعي بقى هتلاقي الرسول بيقول نظر الله امرئا سامع منا كلاما بيكلم اللي معاه او اللي اصطلح على تسميتهم الصحابة معايا فبل نظر الله امرئا سامع منا كلاما فبلغه كما سامعه فرب مبلغ اوعى من سامع لما تكلم عن الوعي لانه الرسول ويعي عارف ان الوعي بيتطور فبيقول لهم بلغوا الكلام من غير استنباط عشان لما حد يجي وعيه اعلى هيفهم الاستنباط الصح يبقى لا ما ينفعش امشي كده للأسف الآية بتاعت فلما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم الآية بتتكلم عن الشمس بتغرب في عين حمئة هتلاقي في التفسيرات للأسف معظم التفسيرات انا ما شفتهمش كلهم طبعا هتلاقيهم بيقولوا ولكن التفسيرات الكبيرة من غير ما قول الاسماء عشان يبقاش بتكلم على شخص محدد يعني بيقولوا بقى اختلف العلماء وفلان قال ان العين اللي الشمس بتغرب فيها دي اي عين حمئة يعني طين اسود وحتى اني قال لأ ده عين حامية لانها عين حامية وسخنة جدا وبيقولوا بقى ان الشمس بتنزل جوه البير ده للأسف لان ده كانوا عيهم ما كانوش يعرفوا ان الشمس بتلف حوالي كرة أرضية ففسروها كده الشمس بتنزل في البير ده وبتقعد تسبح الله سبحانه وتعالى لغاية ما تطلع تاني الصبح وفيه حتى رأي تالت يقولك لأ ده هم اخدوا ما بين الرأيين وعملوا توافقوا من الآراء فقال لأ يبقى العين الحمئة دي اللي الشمس بتنزل فيها او البئر هما سموها بئر كمان لان فسروا كلمة عين من مفهومهم حتى اللي في الصحراء بير فقالوا ان البئر دي بئر حمية وفي نفس الوقت حواليها ظين فالي أنا أقصده ان هم اجتهدوا عملوا اللي عليهم اخدوا ثواب اجتهدهم لكن عب عليك انك تمشي ورا الكلام ده وبالتالي مهم جدا انك تكون مدرك ان من ضمن البدع وانا آسف قوي في نبول الجملة دي ان حد يجيب لك اي كتاب مكتوب يقولك ده تفسير القرآن لا دي بدعة لا يوجد تفسير للقرآن ده رأي فلان ولانه رأي فلان قد يخطئ وقد يصيب الله سبحانه وتعالى ما جاب لناش كتاب سمى ولنا تفسير القرآن الرسول ما جاب لناش كتاب سمى التفسير لان احنا مطالبين نفكر ونشغل عقلنا كل مرة هنتكشف منه كنوز وهتكتشف منه روائع بما يتناسب مع الوعي الحالي وبالتالي انتبه للحتة دي واستفتي قلبك وين أفتاك الناس وقفتوك نقط اللي بعد كده احضر الأحكام السلبية وسوق الظن بعض الناس وهتشوفهم طبعا بعد ما سلسلة الحلقة تنزل اللي بقى بياخدهم حمية الجاهلية بقى وزاي ويبدأ يحط ده فلان ده مضل ده فلان ده كذا طيب انت المفروض ان انت الايه بتتكلم بالدين مش ده اسمه انك بتسيء الظن وانك بتسب وفي نهي قرآني ولا تسبه حتى ولا تسبه الذين يدعونا من دون الله معايا ولا لا يسخر قومه من قوم طب اللي انت بتعمله ده اسمه ايه مش انت المفروض عايز تكلم في الدين في حد عاوز يتكلم في الدين بعكس الدين طب يا اخي حد عاوز يأمر بالمعروف عن طريق منكر يعني ازاي يعني ازا عاوز تأمر بالمعروف أمره بمعروف قوله بمعروف شايفني يا سيدي بغلط بعمل كذا أمره بمعروف مش بمنكر طبعا عملت مصيبة ليه ايه لان لو انا صح عند ربنا يا ويلك يا سواد ليلك انت كده الان بتشوه شكل الدين وشكل المتعاملين بالدين ولو انا غلط برضو انت عامل خطأ ديني بس خلي بالك بقى لو انا غلط انا عامل امر ديني اسمه تفكر وتدبر فلو غلط يا رب انا عملت اللي انت قلت لي عليه وربنا اللي خلقنا عارف ان انا ممكن اغلط لكن انت بقى عامل ايه عامل نهي يعني انت غلطان الفعل سلبي اصلا دي مشكلة كبيرة وطبعا يدخلك الشتنان بقى ينزغ العداوة والبغضاء الايه باسم الدين وباسم الحمية والدفاع وهلمه كلام اللي بيطلع ده للأسف وبالتالي خطأ فاحذر لانك صدقني سوء الظن والاحكام السلبية اللي بتطلعها دي بتعمل بصيرة عندك بتعمل قلب وهتفضل حياتك فيها لخبطة واتحداكو والله العظيم بحكم شغلي في سيكولوجي وفي علم النفس اتحداكو حد بيعمل كده وعايش حياته سعيدة والله العظيم اتحداكو وهو نفسه عارف نفسه وانا عارف ان فينهم بيسمعني الان والله العظيم اتحداك والله انت صعبان علي والله انا مسامحك بس جرب اسمع جرب طبق حتى انا عامل ده عشان دبق انت سعيد وانت بتعمل اللي خليك تعيس ليه براحتك لك كامل الحرية والخيار وعلى فكرة كل ما تقول علي كلام سلبي والله باخد ثواب من ربي شفت رواعة الدين كل مرة كل لفظ سلبي حصل او طلع منك لازم هيجي شيء ايجابي وهيرفع من قدري في الدنيا وكل ما سمحت ربنا هيرفعني اكتر واكتر ادي رواعة الدين ربنا هيديك ويغفر لك ويريك ويريني الحق حقا ويرزقك اتباعه ويريك ويريني الباطل باطلا ويرزقني يا رب اجتنابه انه طلب بعد كده تفكر بالبراهين لا بالظنون والتاريخ يعني دايما لما تيت تفكر تفكر بالبرهان بالحاجة الوضحة الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحها ولا يمكن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اوعى بقى تاخد براهين بحاجات جاية من التاريخ حاجات ملهاش اي نص ولا اي حاجة مقروة ولا كلام ده يمكن لاني مسلم فمعظم استشهاداتي من القرآن ومن الاحاديث ولكن في خلال بقى حلقات ملفات هيكون دايما لما كون بتكلم في عمر علمي وعايزة اتناقش حواليه من الكتب السماوية هتلاقي اللي بيجيب قدلة من الزبور ومن التوراة ومن الإنجيل ومن القرآن برضو عشان يبقى الصورة واضحة لاني اخاطب كل البشر تفكر بالبراهين حتى بخاطب الملحد يا سيدي اللي ما عندوش حتى اعتراف بالأديان انا عايزك تكون سعيد وعايزك تكون مستمتع تخيل بقى بس مش انت ملحد يعني واخد العلم بس هو المعيار بتاعك طيب فانا تقبلني ان انا باخد كتاب انا بعتبره كتاب ديني اعتبره انت يا سيدي كتاب واحد مقلفه اسمع منه يمكن يطلع منه حاجة تفيدك اتعامل معاك ان العالم فلان فلان هو اللي كتبه واحد من زمان اللي كتبه يا سيدي مسلا ليه بترفضه ما تتكلم معاك انه كتاب علمي نقشني فيه علم صح مش انت انسان علماني زي ما بيقوله تعامل بالعلم فقط خلاص اوكي وان كان مش العلمانيين بيعملوك بس انا بدي مثال يعني العلم هو اللي بيحركك والعقل هو المنطق وبالتالي اعتبره كتاب نتناقش فيه برواء يبقى الخطاب اللي بيحصل من الاكاديمية او مني شخصيا لأي انسان سواء كان مسلم مسيحي يهودي اين كان ديانتو ملوش دين انا بتناقش فيه معلومات اه ممكن استشهد من بعض الكتب السماوية وهتلاقيني برضو بستشهد من كتب تانية علمية المهم المحصلة ان انت تكون سعيد مستمتع وتمشي صح انت بقى لما تلاقي الكتب السماوية فيها معلومات كتير ايجابية فكر وعيد حساباتك لانا ممكن يكون انت عندك فاهم خاطئ او فاهم ان الدين هو استنباطات الاخرين دي حاجة خاصة بيك اللي عايز اقوله هنا ودي حتة مهمة قوي وهتكلم فيها بقى من منظور الدين الاسلامي ان انت دايما يكون اللي بيحركك البرهان اللي بيحركك البرهان والبرهان يعني حاجة يتم برهانتها بمعنى لو انا تكلمت على القرآن انا عندي براهين انا بنفسي كاحمد عمارة قعدت فترة بتأكد من كل تفصيلة عشان اتأكد ان الكتاب ده فعلا من عند الاله ولقيت براهين كتير على مستوى الشخصي ولو انت لسه شاكك دورك تطلع براهين تدور وتعرف مش تمشي ورا الناس كده انا اكتشفت ولقيت براهين يعني براهين زي الشمس اثبتتلي ان مفيش حرف في الكتاب ده متغير براهين عقلية منطقية 100% ربما اتكلم فيها بعدين بالتفصيل انت دورك تعرف لكن تجيب لي كلام من التاريخ حد مقلفه معظمه ممكن يكون منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا موصوب لحد من الصحابة اللي هما بقوا كبار بقى وتمشي وراه وتقول لي ده برهان انهي برهان ده برهان ايه كلام مكتوب في كتاب فين البرهان ده واحد مقلفه الله على مين لي كتبه اساسا مين اللي قالنا الرسول عامل كذا مين قال كده معايا وبالتالي برهان يعني حاجة ماينفعش تروح يمين على الشمال اكيدا انت عارف ان احنا حتى و احنا صغيرين لسه صغيرين في الازهر كنا بناخد حاجة معرفش ماحدش بقى بيقولها ليه دلوقتي كنا بنقول ان القرآن قطعي الثبوت ظنية دلالة قطعي الثبوت مفيش علف صال لكن احاديث الرسول ظنية الثبوت ما في ولا حديث قطعي الثبوت اسأل كل علماء الحديث الموثوق فيهم مش اللي بيطلع يقلف كده ولأ ويفضل عضواته ما غير ما يفكر احاديث الرسول ظنية الثبوت ظنية الدلالة حتى كنا زمان لما بنقول حديث كنا في الاخر عشان ما نكذبش على الرسول بيقول او كما قال رسول الله عشان اخرج كأن الناس بتخاف ربنا زمان بتخاف يوم الايامة فبيقول او كما قال رسول الله او ما عرفش دلوقتي ما عادش حدي بيقولها ما عرفش ليه وبالتالي ايهما اصح بقى لما انا لقي تاريخ ولا حديث ولا كلام حد بيقول لي الرسول قاله دورك انت انت تتبين هتتبين ازاي لما انا مرة كان عندي جلسة واحد عنده سواس قهري وعنده رعب كان بيلعب جيم وعنده عامل جسمه قوي جدا وفجأة قعد سنة منعزل ومكتئب ووقف اكل اللحوم وفجأة حصل اللي خبطها في حياة ووقف اللبن وحاكات غديبة كده شرب اللبن ووقف اكل اللحوم مش فاكرة تفصيل بزيب مهم ولغاية نخس خس خس وبعد فترة قابلت وبتناقش معاه فترة في مرة قال لي اسكت انا كنت بعمل حاجات حرام انا الشيخ قام قايل لي لحوم البقر داء وقالبانوها دواء قلتنا نعم كان اول مرة اسمع المقولة دي بعمل سيرش لقيت مكتوب جنبها حديث صحيح لحوم البقر داء داء وقالبانوها دواء وتلاقي بقى اللي بيتكلم طبعا لازم يعمل حبكة وقالك لا 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 هو صح بس تعالى نقعد نلف بقى يمكن يقصد بقر معين ايه لا يمكن يقصد الاكثار من البقر طب ما الاكثار من اللبن برضو هو فيه الاكثار من ايه حاجة مضر الحديث واضح اللي بيقوله ان هو حديث طبعا لحوم البقر داء اللي بقانوها دواء يا راجل ولا كان فيه ايام ما كان الرسول متوفي كان فيه حتة من مصحف تحت السرير ودخلت معاه زكالتها ايه داء وجنبها حديث صحيح ايه داء ولا سيدنا عبدالله بن عباس كان بيعدي على الناس يقطع الاخلاص والموادتين ويقولوا ان هما ليستها من القرآن ايه يا عم داء تقول لي حصحيح ولا رسول حاول انتحر وجاله بتقول ايه ده فيه ايه وبالتالي فيه حاجات دخلت كتير وتحط جنبها اسم الرسول بقى اسم حد من الصحابة لانهم من السادة والكبراء عشان ما حدش يفكر لعكس الامور وبالتالي حياتك تكون ملاخبطة وتعيش تعيس انا يعني بوفر عليكم تعب سنين وجلسات ومعاناة بسبب الافكار اللي بتتحط دي من اللي بشوفه في الكورسات وفي الجلسات من اللي بيحصل من الناس وكله تحت بوسمى انه هو دين وهو لا يمتل الدين بصلة ومعظمه يعني متألف و مخلوط يمكن هزود كذا نقطة عشان حضرت في ذهني الآن عشان تكون مهمة بالنسبة لنا النقطة اللي هزودها دلوقتي نقطة بتقول الطاغوت احذره احذر الطاغوت يعني ايه احذر الطاغوت يعني ايه طاغوت أصلا ربنا أمرنا ان نكفر بالطاغوت وفي ناس بتقاتل واتطيع حياتها كلها في سبيل الطاغوت يعني ايه الطاغوت بقى كل ما طغى في عقلك عن الله طاغوت جاي من طغيان جاي من طغى الجذر طاغى معايا فإنه لما طغى الماء يعني الماء زاد عن حده في عقلك القرعوني ممكن ما تعرفهاش كلوا مما في الأرض كلوا مما كلوا من طيباتي ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحله عليكم غضبي ده من ضمن الغضب يعني معايا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ما تزودش في الأكل لا تطغى في الأكل فالطاغوت هو كل ما طغى في العقل عن الله يعني تلاقي حد بيقولك آية قرآنية تلاقيه لك لأ ده فلان قال يبقى ده الطاغوت بتاعه هو شايفه طاغ على الله يا عمى بيقولك ربنا تقولي الشيخ فلان ولا العالم فلاني انت مخك فين ايه ده تقوله ربنا قال كذا بس فلان قال كذا ما هيقول يعني هديكم مثال غريب جدا يعني الغيبة منه عنها وربنا تكلم عنها وسيدنا محمد تكلم عنها غيبة غيبة هيه يقول واحد من طلال لك ما تعالش هو مين يقولك لا نميمة في فاسق ما تعالش مين قال كده هب انسف كلام ربنا بقى انسف كلام الرسول اصل السادة والكبراء قالوا لا نميمة في فاسق فانا بعبودهم هم طغوا في عقلي وبحارب في سبيل هذا الطاغوت وقاتل وبالتالي بقى انا شايفك فاسق انم عليك انت شايفني فاسق نم علي ومجتمع يا اخ رب بقى اصلا ما ينفعش حكم على حد اساسا ان الحكم ويدا لله بس ما علينا وبالتالي الطاغوت دلوقتي اكبر طاغوت هو طاغوت العلم طاغوت المعامل اي حاجة مش في المعامل بيترفوش بيها اوكي طاغوت براحتك فانتبه من الطاغوت لانه اصبح الان الواقع اللي يقولك خليك واقعي الواقع عنده طاغي هو الطاغوت بالنسباله ممكن يدمر حياته مع ان احنا الواقع هو وقوع افكارك وبالتالي اللي انت بتفكر فيه هو لا يقع ما ينفعش بعد ما يقع اخب منه قناعات بقى هيدمر للدنيا انا لو شايف الحقيقة جحيم هتبقى جحيم مش بعد ما وقعت بقيت جحيم اخب منها قناعة اقولها هي بقيت جحيم هاي هنا بقى طاغوت فانتبه لانا الطاغوت ده بيضمر الدنيا بيضمرها بمعنى الكلمة النقطة اللي بعد كده لا يمكن ان يعذب الله على شيء لم يذكر له عقوبة هو ينفع ربنا يعمل لنا كمين ينفع اله يدريلك كده الحاجات اللي اتلخبط بحيس تقع فيها هب عشان اعذبك اوعى عشان ما حد يشيرهابك ويخوفك لو الله في كتابه لان الكتاب ربنا ما فرطش فيه اي شيء وانسا اللي متألف والزيادات اللي قاعدت تتألف لما خلت الحقيقة جحيم لما انت بقيت شايف نفسك كل حياتك غلط للأسف ومرعوب تقابل ربنا لانهم وهموك ده كده كل ما سيعاقب الله عليه ذكره في كتابه بالنص وبمنتال وضوح والعيل الصغير الأطهر يفهمها مش محتاجه وسيط وبالتالي ما لم يذكر بالنص وبالتفصيل انه هيعاقب عليه مش هيعاقب عليه عشان عشان كده وضحتنا وحتى قال بمنتال وضوح وقد فصل لكم ما حرم عليكم فيوعى حد يرعيبك لاني بشوف جلسات وساوس غير طبيعية مرعوبين وعندهم مشاكل وجحيم بسبب هذه الأفكار أصلا عملتك هزا وعملتك هزا وعملتك هزا وجي عيش في الرعب يخش في دوامات بقى ويصل لمرحلة المرض ويحتاج علاج طبي ودوائي عشان أفكار في البداية وصل أو دخل الدماغ وبقى عيش في الرعب وعيش في الجحيم آخر نقطة هختم بيها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تلك الآية الكريمة اللي للأسف ما شفتش حد بيستخدمها صح أنا ما شفتش معظم اللي بيستخدمها بيستخدمها بمعنى شوف مساقعة بقى إن اسمع منه ومشي وراه ما تفكرش هو اللي فاهم إيه وعا تفكر تخيل هم كده الآية نفسها بس هي مساقعة حولوها مساقعة غيروا المعنى بتاعها حرفوا الكلم من بعد مواضيعها بدلوا القول طب هات الآية كلها كده بمؤسبة هي جاية مرتين في القرآن الآية دي واحدة في صورة الأنبياء والتانية في النحل شوف اللي في صورة النحل كده وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا في صورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك في النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يا الله سيدي يعني أنت هتسأل أهل الذكر عشان تفكر برضو إيه وعتمشي وراء حد وبالتالي روحت الحد مش أهل الذكر هتلاقي بيفتي هيبان عليه أو هو لك معرفش روحت الحد أهل ذكر قال لك فكر في كلامه مش يمشي وراء تخيل بقى شغل عقلك يوم القيامة هتبقى لوحدك ما فيش حد بينك وبين ربنا كل آتيه يوم القيامة فردا هو عتقول له فدى قال لي صدقني هتندم ما فيش حاس ما كده وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ما عدت عنده وسيلة خلاص وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فانا تبرأ منهم قال لو رجعت تاني هتبرأ من يش دعوا بيه هاي واضحة قدامك هاي اعملها دلوقتي قبل ما ييجي اليوم اللي ما ينفعش يتعملها فيه وأنا عشان تبقى عارف يوم القيامة ودى ربنا ما يش دعوا بيهم أنا بتبرأ من دلوقتي أنا يا رب اكتهت وطلعت اللي بقايا فكر انت كمان شغل عقلك دوري اوضح لك وبين لك في الحلقات اللي جاية وانت كمان دورك تشغل عقلك واحذر من اللي بيصدر لك المعلومة ويقنعك انه هو دا صح وما فيش غير كده لانك ممكن تضل قوي لانه هو كده مش ماشي صح ربنا يوفقك يا رب ويلا بينا في الحلقات الجاية نشغل عقلنا ونمخمخ ونصحصح الجمجمة وعايز اقولك حتة اللي هيخاف يعمل كده اللي هي دي ملة ابراهيمة حنيفا حنيفا يعني ما فيش شريك الحنيفية عكس الشرك معايا ما فيش شريك بينك من ربنا خالص ما فيش قزيوة ما فيش شرك يعني ما فيش حد بتاخد منه غير ربنا ربنا بيقول ومن يرغب عن ملة ابراهيمة الا من سافها نفسه بقى انا هارف فكر انا هارف اطلع لا ازاي معقولة انا صح وكله غلط سافها نفسه نفسه بيتكلم في علمه نفسه اوه اوعى تبقى عندك سفاهة لنفسك وتحسنك ولا حاجة الهك بيشجعك وبقولك يا الله افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها من شاء الرحمن هتكلم برضو عن تدبر في حلقة من حلقات ملفات مفتوحة والفترة الجاية تشغيل مخ ومخمخة واهلا بك معنا في خطوة بخطوة لتذوق النعيم باعلى درجاته أحمد أمار